وأقول له برضو دور حراسة المرمى وأكيد الفريق متكامل تكتبذيات عن من حراسة المرمى ولغاية الراس حاربة موقفك أولاً أنا عايز أكلم أرجع للورا موقفك مع والدتك شو معنى الماتش ده يعني كان الحاجة موجودة وحصل الموقف ده هي والدتي دايماً معاي على طول في الماتشات لا مش على طول في الماتشات يعني قبل الماتشات تليفونينا على طول معاي يعني بتطميني بتديني السقة بتخليني يعني سابت إلى حد ما يعني أنا بحتاج دعوتها قبل كل الماتش فالماتش الأخير ده كلمتها قبل الماتش الفيديو بتاعك أهو أنت والده رب أنا خليها لك يا رب أنا بريد في حضر دك فكلمتها قبل الماتش قلت لها أنا محتاج تكتب جنبي وبتاعه معاي فقالت لي خلاص ماشي فجات فكان الصعوب بالنسبالي يعني اعتبر أول سنة لعف فيها واخد موسم كامل فيها كان ماتش إيه ده ده كان ماتش كنا باللاعب جينيوس في آخر ماتش في الدراجة الثالثة اه اه كان بعد التواقف كان فيه ثلاث ماتشات كان القومي وبالنمرس وجينيوس كان آخر ماتش فكلمتها فكان الجات لي معاي فب بذات أنها كان مرعب يعني كان على الماتش كان على مرعب نحت فكلمتها فجات هي وإخواتي وزوجتي فبعد الماتش يعني احنا ضغطات الموسم ده كتير جدا مع التواقف مع فترة الكورونا فكان الواحد مستني أي فرحة وبالذات معنا دي الشرارة الدخان تلعبت اخر مباراة في البطولة؟ اخر مباراة السنة دي؟ لا 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 انا بدأت الموسم بس تبقى كده فحصرياتي اصابة فالماتش ده كانت جات معايا فانا طبيعي يعني بحاول اردلي فضل من افضل كتير من عمليتها معايا انا هكلمك طبعا على الموسم وانت كبدايتك وانت بتلعب ثم وجودك بقى مع بقية حراس المرمى والتعامل برضو زل لان لبالك حراس المرمى بتبقى منفصلة شوية عن اللعبين وبالتالي ديكو تعامل خاص احنا عارفينه يعني احنا كالعيب ببقى في شوية كده ايه لا لا خالص 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 بالزاد احنا كبدا عاقلين طبعا يا موكشة؟ عاقلين الحراس المرمى عندكم؟ لا خالص ما في ايش اه؟ اه دا طبيعه كده بس مخترمين كلهم اه لا بقى طبعا لا بتتتتترمين اه يعني دي دي حاجة بصراحة ويعني وفي لأ وفي كمان الحراس مع احمد خبرات يعني محترمين جدا طبعا بعدين كان معاكم كابتان احمد فوزي هنتكلم برضو شوية معاك خليقا